كيف نتعامل مع هذه السموم؟ أول حاجة عندنا في العقارب يجب الاتصال بالطوارئ في أول خطوة الاتصال بالطوارئ في الرياض يعمل للرقم 911 زين؟ في غير المناطق الرياض ومكة نتصل بتسعة تسعة سبعة ليلولاء الأحمر زين للرعاية ثانيا إراحة وتهدئة وطمأنة هذا المصاب لماذا؟ لأن كل ما نبض القلب وخاف وتوتر تكون دقات القلب كثيرة والدورة الدموية ستتحرك مع القلق والتوتر بعد ذلك إجلاس هذا المصاب أو تركه يستلقي ورفع العضو المصاب أعلى من مستوى القلب زين؟ أو يكون القلب أعلى يكون القلب أعلى من مستوى تكون دائما نازلها القدم زين حتى لا يصعد هذا السم إلى القلب دائما مستوى الطرف الملدوق أقل من مستوى القلب ثم بعد ذلك زين؟ لدينا في العقارب التكميد البارد مثلا خلنا نقول هذه القدم زين؟ أول حاجة عندنا زين؟ بعد ما يرتاح المصاب أن نضع الكمادة الباردة زين؟ زين؟ بعد الكمادة الباردة تكون إما بالكمادة هذه أو هذه ثم نضع الضمادات ثم يلث بعد ذلك المكان بالربط هذا ما يخص العقرب فيها تكميد بارد يعني حركة الفنجال وهذه مباشرة غطية سيأتي عندنا الآن فيه ملاحظات في من يقول الربط ما قبل الجرح أو التشطيب وطريقة الماصرة كل هذه في آخر تحديث لوزارة الصحة السعودية أنها لا تعمل بل هناك ممارسات خاطئة بأنها يمصها أو ينتي بحقية الحجامة كل هذه ليس لها النفع ولا تعتمدها وزارة الصحة عندنا أما في الثعابين الثعابين نفس الطريقة الاتصال بالطوارئ تهديئة المصاب إجلاسه أو أن يستلقي ووضع الضمادات الباردة والرباطة بدون التكميد تكميد الباردة فقط مع العقرب ويمنع يمنع أن نغمر الطرف الملدوق في الماء وإذا كان يد إذا كان فيه أساور أو ساعة أو ربطة نحلها لأنه متوقع أن يكون هناك ورم للعضو الملدوق فيها ونحرص قدر الإمكان أن لا يأكل ولا يشرب ولا يشرب لماذا حتى لا ينشط الدورة الدموية ويتحرك السم ويصل إلى عذرة القلب طبعا في حالة القلصات ممكن لأنها غالبيتها خاصة إذا كانت من أنواع العقارب الغير قاتلة وزين فإنه ممكن أن يعطى مسكن أدم ترجمة نانسي قنقر